حتى فرضاً الإتيان والمجيء إلى المسجد كثير من الناس يجي إلى المسجد والله سبحانه وتعالى يخدم حياته المسجد أكون ساكذا ترى أو يجي إلى الماتة يموت في الماتة هذا من مصاليق الهجرة إلى الله يقول هناك هجرة أرقى لكن يأتي بمثال فقه أولاً ثم يطبق هذا المعنى يقول الإنسان إذا نوى السفر أنت تريد السفر خلاص متى تقصر في صلاتك إذا وصلت إلى حد الترخص يعني شنو حد الترخص يعني ما تشوف جدران المنطقة التي تقيم فيها ولا تسمع الأذان مشهور الفقهاء قالوا هاتان علامتان لحد الترخص يقول لك أنا ما قطعت مسافة شرعية أنا طلعت من المرخ وخلت إلى السنابس ما يكون مسافة يقول لك قصر في صلاتك يقول ليش يقول لك وصلت إلى حد الترخص واضح له مواضح يقول كذلك الإنسان الذي يهاجر إلى الله إذا قلت واضح حرك رأسك حتى أعرف لا تستحي كذلك الإنسان اللي يهاجر هجرة معنوية يقول هكذا لا بد أن لا يرى جدران نفسه ما يقول أداء هذا يقال له مهاجر كم التعبير الدقيق بعد أن يقول واحد إن ما راجعنا ما يعرفون القرآن عزيز هذا أداء تقبيح للآية القرآنية الهجرة إلى الله هذا أيها المصاليق التفقه في الدين ترى المجتمع ليش ما يوفق في حياته لأن ما عند طهرة القلب تقول اللهم إنا هرغب إليك في دولة كريمة أي دولة كريمة وإنت قلبك مليء من الحك والحسن الدولة الكريمة التي يقولها الإمار والمهدي تحتاج إلى قلوب وفي يوم كربلا قال أنا أعطيك خرسي أنا أعطيك سيفي قال لا 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 نحن نريد رجال مكونات الدولة الكريمة القلب السليم هذا موضوع القلب السليم من مصاليق التفقه في الدين يعني يبدأ الإنسان من قلبه يظهر قلبه إذا اضطهر ذلك القلب بعدين يعرف الإنسان حقيقة الحياة بعض العلماء يقول أنا طلبت من الله أن يريني مقام العلام الأميني وأنا القصة نقلتها بكثير من الماكن العلام الأميني صاحب كتاب الغدير معروف موسوعة الغدير موسوعة أدبية تراثية موسوعة ضخمة يقول أنا قلت يا الله أريد أعرف هذه العلامة الأميني طرعا للعلامة الأميني تبريزي من علماء تبريز يكون شديد في عالم الرؤية الناس تتهافت على نهر الكوثار يجون الناس والإمام يعطيهم من ذلك النهر كل واحد يجي الإمام يعطيه بيد واحدة يعطيهم الإمام بسقيلة يقول شفت فجأة شخصية عظيمة عليها سماء الجلالة عليها سماء البهار قلت منها أنا قالوا هذا العلامة الأميني هذا هو صحب كتابه الغدير يقول اقترب عند الإمام سلام الله عليه شفت الإمام لم يسحي الماء بيد واحدة يقول أقترب من الإمام أعطاه الماء بيدين قلت فضل أعطاه الماء بعناية أكثر منذ ولكن الإمام أسقارهم أيضا لكن بيد واحدة احترامهم بالإمام لكن فضل الله المجاهدين على قاعدين هل يستوي الذين يعلمون الذين وما يصير مقام العالم يقاس بغيره يقول اقترب من الإمام أعطاه الماء بيدين ثم قال لقد بيضت وجوهنا بيد الله وجهك الإمام قال لأنت يا العلامة الأميني بيضت وجوهنا الإمام وجه أبيض لكن ريك يقول أنت لما تقول أنا من شيعة أهل البيت وين لمساتك على من هل أهل البيت كل إنسان بحسبه إنسان عالم تكون لمساتك على مستوى أكبر إنسان في منزله تكون إلى الأمسة في محيطه في المسجد في المهتن حتى يفتخر بأنه من شيعة أهل البيت إذن الإمام الباقي يقول الكمال كل الكمال التفقه في الدين والتفقه في الدين يعني شنو كل أمرين له ارتباط بروح الإنسان له ارتباط بنفس الإنسان مو فقط معرفة الحلال والحرام بعدين يقول الإمام سلام الله عليه الكمال الآخر الصبر على النائبة يعني الإنسان إذا أراد أن يعرف نفسه هل تكامل أم لا فلينظر إلى مسألة الصبر مسألة مهمة في حياة الإنسان أن واقعا هذا الإنسان يصبر على النوائب النائبة قد تكون مالدية يفقد الإنسان حبيب عزيز قد تكون النائبة قلبية يعني ابتلاء في الدين عبد الله بن سنان يدخل على الإمام الصادق يقول للإمام ستصيبكم شبه يعني في آخر الزمان ولا علم يرى العلم الحقيقي ما موجود ليش؟ لأن الإمام غائم حضر الله تعالى فرجه لا علم يرى ولا إمام هنا ماكو أحد من صد للإمام الإمام أيضا في غيبة يقول ولا ينجو منها إلا من دعى الله بدعاء الهريف هذه كلمة الغريب تستوقف عبد الله بن سنان لأن كلمة الغريب كناه عن الهلاف والموت قال وما دعاء الغريب يسأل الإمام قال له قل يا الله يا رحمن يا عين يا مقلب القلوب تنبت قلبي على دينك كثير من الأشخاص مسلوب عن التوفيق الإلهي في العبادات ما موفق حتى إذا ذهب للمسجد إلى أماكن الذك ما يستشعر بقيمة اللذة المعنوية في بعض الأدعية اللهم أدقني حلاوة بحا هذا كلام الإمام الحسين سلام الله عليه في دعاء عرفة أدقني ترى المحبة الإلهية حلاوة هذه الحلاوة مو كل إنسان يتدوقها لا أكو إشخاص بعيد عن اللطف الإلهي هذا أيضا في ابتلاء كبير يقول أنا كل سنة أروح الحاج مستاذ يقول الإمام ما أكثره الحجيش فأقل الحجيش تعال يروح الشب للإمام يقول لي يبنى رسول الله حجيش قال له موتاج سنيئا قال له تعال قال له أنت لما نزعت المخير نزعت ثوبة ذنوب المعاصي قام يعدد الأمور المعنوية العبادة المعنوية الحقي قال له لا قال له زين قال له لما رميت الشيطان رميت الشيطان نفسه قال له قال له ارجع وإنك لم تحب قال له رايح الحاج ده بقى أزين 500 دينار قال له ارجع فإنك لم تحب هذا الابتلاف ترى العبادة التي لا تعطي الإنسان رقيه في سلوكي الخارجي هذه عبادة ناقصة السلام يعراجي المؤمن يعني أنت من تقول الله أكبر يبدأ عندك العروج مدى تنتهي إذا سلمت بعض الأكابر يقول أكو أشخاص يقول الله أكبر يبقى مكانه يخلص يبقى مكانه ما يتحرك شايف هذه الدراجة الرياضية التي يتحرك فيها إنسان الجسم لم يتحرك فقط في مكان واحد بعض الأشخاص صلاتهم ما قدار انزل الصلاة والعبادات وجميع الطقوس العبادية التشريعية إذا لم تتحرك في حياة الإنسان هذا أيضا ابتلاة هذا ابتلاة لازم يصبر الإنسان على هذا الابتلاة ويرقي نفسه بعدين يقول الإمام آخر كمان وتقدير المعيشة أو تقدير المعيشة الكمان كل الكمان أن يقدر الإنسان لمعيشته لاحتياجاته المادية يقول آخر الشهر خلص المعاش هذا ما عنده تقدير لمعيشته الشوفة في البيت ما يعيش السعادة مع زوجته مع عياله هذا ما عنده أيضا ما لا تقدير في المعيشة الشوفة مع الناس في مجتمعه في محيطه لا يمتلك أدوات رقيب التعامل هذا ما عنده تقدير في المعيشة القرآن يقول الهباء إلى فرحون فإنه طهار تعهر تتهاوش يا أرى لا فقول الله قولا لينا هذا أيضا من مصاريب تقدير المعيشة هذه الأمور يبينها الإيمان تصنع السعادة في حياة البشر تصنع السعادة في المجتمع الذي يعتقد جولاية محمد ومحمد اللهم صل على محمد الله محمد اللهم صل على محمد الله محمد لذا الإنسان إذا أراد أن يعرف من نفسه أنه يطبق كلمات أهل البيت يمتح النفسه في هذه المواقف العملية الاقتداء النظري أن يلفظ الإنسان على لسانه أنا ألتزم بالمبادئ التي بيّنته هذا اقتداء نظري ما يقيمه الاقتداء العملي هو الذي يبين قرب الإنسان من أهل البيت السلوك العملي في المجتمع موهد ادعاء كثير من الناس التعون ترى أهل ادعاء ما شاء الله فالسلوك يبين أما الاقتداء بأن يطبق الإنسان تلك المفاهيم حينئذ يعرف من نفسه أنه قريب أيضا من الأمور الملفت في سيرة الإمام الباطل صلوات الله وسلامه عليه أنه أوصى بعد وفاته أن تندب عليه النوات عشر سنوات في ميناء هذا أيضا مسألة جدا عجيبها يعني قد تكون مسألة اختص بها الإمام صلوات الله وسلامه عليه يعني في الرواية ما يكو بأن الإمام الصادق أوصى أو الإمام الكاظم هذا أيضا بيان إلى مطلومية الإمام الباقر لأن في زمان الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه كانت مدارس الفقه منفتحة في زمان الباقرين أو الصادقين كانت المدرسة الفقهية في أوجهها أنزل هذه المدرسة لم تأخذ حيزا كبيرا بمعنى أصبح الإمام هو الوليب الشرعي هذه ظلامة الإمام صلوات الله عليه لذا مصيبة الإمام الكاظم مصيبة عظيمة بالإضافة إلى تلك الوصية يقول كنت في الخيمة وأسمع أضلاع جدي الحسين تتكسر كما تتكسر القوارب قفل صغير اتذكر واقعة كربلا لذا شيعة مواليين بسوا إلى إمامكم ذلك السوء غمض عيون وقطعوا النوفاق تره وارتفع من بيته ضجيج الحرم والنوف وفادت سماوات العنى والقلاء واللوح وسط القبر نصبات له الزهراء عزية وإماما وباقراء جاء ابنه غسل العمام كفن العمام أصبع له ذلك التشييع توجه ناحية البقي أين المنادي وإماما أين المنادي وباقراء شاله ابن عشال البقي شبور وسباع وحاطة النسوة حفرة مكسرت الأضلاق وسمعا ولينا والبد ورباطن القاع نادي يا خلق الله شعب قلبي بسعير شدريدي يا زهرة تقول كشف لحد عني أبطلع لبني اليوم قطعوا كبدات مثل كبد بحر السمو وانا يشيع في عزية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة